اشتركوا في القناة اضفتي الى مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1776 كما تم اختار المجلس بالرسالة الوردة من مجلس الشورى وهي بخصوص منتهى اليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل بعض احكام قانون البلديات ومشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل المادة 20 من القانون نفسه كما استعرض المجلس الردود الوزارية على الاسئلة النيابية كما ناقش المجلس تقارير اللجان بشأن المراسيم بقانون والمشاريع بقانون والاقتراحات بقانون اليوم تم مناقشة رد سؤالي الموجه الى وزارة التربية والتعليم بشأن موظفي معهد البحرين للتدريب الذين تمت الغاء وظائفهم وما هي الاجراءات المتبعة لتسكينهم او ايجاد الوظائف في وزارات اخرى لهم فكان رد الوزارة ان تم تسكين وتوظيف جميع المفصولين من هذا المعهد والذين تمت الغاء وظائفهم فشكر خاص للوزارة على تعاونها واللي نتأمل ان يكون في تعاون مستمر بينه وبين السلطة التنفيذية دائما جاء هذا التعديل بناء على بعض الظروف التي ترتبت على السوق البحريني في ظل جاحة كورونا وهو من ضمن الامور المعنية بمحاربة هذه الجائحة وحفظ حقوق التاجر البحريني وهو ايضا معني برفع مستوى الاستقطاب التجاري ورفع معايير الدولية في قوانين التجارة في البحرين